ماروك أخبار يومية السلام عليكم ورحمة الله مرتقبة من الجمعة إلى الأحد بعدد من مناطق المملكة ووضحت المديرية في نشرة إندارية من مستوى يقضة برتقالي أنه من المتوقع هبوب رياح قوية من 75 إلى 85 كم في الساعة ابتداء من يوم غد الجمعة 8 مارس على الساعة السادسة مساء إلى غاية بعد غد السبت 9 مارس على الساعة السادسة مساء بكل من عمالات وأقاليم المضيق الفنيدق والعرائش وطنجة أصيلة والفحص أنجرة والتيطوان والقنيطرة والرباط وسلا وأشارت المديرية إلى أنه من المتوقع أيضا هبوب رياح قوية من 85 إلى 100 كم في الساعة ابتداء من يوم غد الجمعة على الساعة 8 مساء إلى غاية بعد غد السبت على الساعة 11 ليلا بكل من عمالات وأقاليم شفشاون والحسيم والدريوش والناظورة وبركان ووجد أنجاد وجرادة وفيقيق وتوريرت وقرسيف وتازا وبولمان وصفر وفاس ومليعقوب والحاجب وإفران وميدرت وتنغير وورزازات وأضاف المصدر ذاته أن الساقطات المطرية من مستوى يقادة برتقالي تتراوح مقاييسها ما بين 40 إلى 70 مليمتر مرتقبة في أقاليم طنجة أصيلة والفحص أنجرة والمضيق الفنيدق والتيطوان والعرائش والشفشاون ووزان والحسيمة وتاونات وذلك ابتداء من منتصف ليل يوم السبت 9 مارس 2024 وإلى غاية الساعة السادسة من مساء يوم 11 مارس وأشارت المديرية إلى أن تساقطات تلجية من مستوى يقادة برتقالي تتراوح مقاييسها من 15 إلى 30 سنتيمترا مرتقبة على المرتفعات التي تتجاوز 1700 متر بكل من عمالات وأقالم الحوز وورزازات وأزلال وتنغير وبني ملال وميدلت وإفران وبولمان وصفر وقرسيف وتازا وذلك ابتداء من الساعة الثالثة زوالا من يوم السبت 9 مارس إلى غاية منتصف نهار يوم 11 مارس